لقد تأخر الدكتور سامح لا تعجل يا عمر إن شاء الله يحضر بعد قليل أنا متشوق لمعرفة الطرق الوقائية لمرض إنفلوانز الخنازير نعم كي نذهب إلى حديقة الحيوان ونحن مطمئنون أتذكر آخر مرة قمنا بزيارة حديقة الحيوان ورأينا طيورا وحيوانات كثيرة وعجيبة وكانت سلمة سعيدة جدا عندما شاهدت الزرافة وخاصة عندما نولتها الطعام ورأينا الفيل صاحب الجسم الضخط والخرطوم الطويل وركبنا فوق بعنه ومشى بنا لمسافة قصيرة كان شيئا مثيرا وممتعا ها قد عاد الدكتور سام الموضوع هين جدا وطرق الوقاية سهلة بفضل الله إذن أخبرنا عنها يا دكتور ارتداء الكمامات وخاصة في الأماكن المزدحمة مثل محلات التسوق والمدارس ووسائل المواصلات وغيرها تغطية الفم والأنف عند العطاص لأن نستخدم المناديل الورقية أو ما يسمى المحارم ثم نرميها في سلة القمامة النظافة الجيدة للأماكن والأدوات التي نستخدمها والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام الأشياء عدم الاقتراب الشديد من الآخرين وخاصة عدم تقبيل أحد حتى لو كان من أحب الناس إليك المحافظة على الصحة العامة للجسم عن طريق ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الجيد وإذا شعرتم بأعراض إنفلوانزة مثل العطاص والزكام والسعال وارتفاع درجة حرارة الجسم فأخبروا والدكم فورا إن الوقاية من إنفلوانزة الخنازير أمر سهل جدا والحمد لله بخلاف ما كنت أتوقع بالطبع والكثير ممن أصيبوا به تم شفاؤهم بفضل الله عز وجل كم من مرض ظهر وخاف الجميع من انتشاره لكن سرعان ما وجد العلماء له الدواء واستخدمه الناس فشفاهم الله منه يبدو أننا ضمن الذهاب إلى حديقة الحيوان غدا هاهاي هاها هاو هاها هاzą ها ہا